إن المحبة والجهالة لا تلتقيان السلاهب أكثر خبرة بالطرق من الأرانب العلاقات القوية عبارة عن أرواح متفاهمة فعندما تبدأين أنت بنسيانه سيبدأه بحبك ما حاجة بك في النور إذا لم أجدك في العتم لا تحاول شراء الحب لأنك بالموقع بالتبيع نفسك أكرهني كما تشاء لكن لا تشوي صمعتي بكذب ما أغرب ما تفعله بنا كلمة واحدة في بعض الأحيان فاقد الشيء يعطيه بالشكل الذي تمنى أن يحصل عليه كل ما هو مفطور فينا صامت أما المكتسب فصار صار سلام على من يعرفون معنى الحب ولا يملكون حبيب الحزن على الأموات كون الحضن الدافئ لمن تحبون العالم سيء بما يكفي نحن نختار أفراحنا وأحزاننا قبل وقت طويل من أن نجربها جميعنا نملك نفس العين لكن لا نملك نفس النظر للأشياء النقاشات بين الأحب ينهزم فيها الأكثر حبا وليس الأقل حجة غريب أننا ندافع عن خطأنا بأكثر قوة مما ندافع عن صوابنا دائما يبهرني الشخص الذي يخاف من أثر كلماته في قلب غيره قد لا نعلم مكانتنا بقلوب بعض الناس لكننا نشعر بها من تصرفاتهم الألام يغير الناس فيجعلهم يثقون أقل ويفكرون أكثر وينعزلون أطول ما أحقرني عندما تعطيني الحياة دهضا فأعطيك فضاء ثم أحسب نسخية رحيل الشيء للأبد أهوى بكثير من العيش على أمل عودته ولا يعود هناك من يستوطن أعماقك من يجعلك تشعر أن الهياة جميلة مهما قصت هناك من يتضمر لأن للورد شوكة وهناك من يتفائل لأن فوق الشوكة ورد الإيمان لا يمنع الأشياء السيئة من الحدوث إنما فقط يساعدك على تخطيها ليس الدين بما تظهره المعابي وتبينه الطقوس والتقالي بل بما يختبئ بالنفوس ويتجوهر بالنيات الوحدة لا تعني أبدا أنك وحيد بل تعني أنك توقفت عن الإحساس بالحاجة لأحد تعني أنك حر لن تنضج إلا بعد أن تشعر أن لديك الكثير من الكلام ولكنك لس لهاج إلى أن تخبر به أحدا كلما نضجت زادت قدرتك على المغفرة وزاد يقينك بأن أخطاء الآخرين لا تعني بالضرورة بأنهم سيئين وتتوهم أحيانا أنك بقلب أحدهم شيء كبير ولكن يمر موقف يجعلك تضحك على سخافة ظنك لا تعوذ الناس على حلو الكلام دائما لأنك حين تجبرك ظروفك على الصمت سيظنون أنك لم تعلم ترجمة نانسي قنقر